السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد الرحيم الحسيني وانتم على قناة أنا المهاجر اليوم سنهضر لكم على دخل المواطنة أو الريدي تودي تشيطة دينانسا وبالضبط ما هي الأشياء التي يمكننا نشرها وما هي الأمور التي لا يمكننا نشرها بهذه الكارتة دخل المواطنة ما الذي يمكننا شراءه في أغسطس 2020 ومتى سوف نشرح الكارتة دخل المواطنة هذا هو ما سوف نرى في هذا الفيديو من غير أن الإنسان يذهب إلى السيبير مارشي ويتقضى الماكلة التي تريدها فهو ممكن له يشري الدواء يخلص الماء الطو تليفون الكرة وكذلك المزود وممكن أن يأخذ جهازات المنزلية في حال الغسالة والفرن بالدبدبات يعني الميكروون الميكرويف كيف ما يسميه بعض الناس وكذلك دفع مصاريف الإصلاح والصيانة المنزلية مثل السباك أو الكهربائي تليفون المحمول أو الهاتف الذكي أي سمارتفون حتى هما مسموحين الأتات والكتب واللعب كذلك ومثاله جميع أنواع الملابس إلا المركات العالمية الباهظة الثمن وحتى المجوهرات رها ممنوعة المسروبات الكحولية ممنوعة إلا الخمر أي النبيض فهو مسموح به أما بالنسبة للنيتفليكس والسبوتي وأمازون تيفي فما كينينش في اللائحة كذلك الإنسان اللي عنده هذه الكارتة هذه ممكن له يسحب من الشباك ما بين 100 و 120 أورو على حساب عدد الأفراد اللي عنده في العائلة أما الأشياء اللي ممكنش لنا نشربها فهي الشراء والسئجار قوارب النزهة السفن واحتى خدمات الموانئ الأسلحة المواد الإباحية والسلح والخدمات الموجهة للبالغين الخدمات المالية في حال لاسورانس والتأمين خدمات تحويل الأموال في حال وسترن يونيون سحب المال من بلاد غير إيطالي يعني ما يمكنش لنا نسحبه الفلوس من برا المجوهرات كيف مجن النفس السابق وقايع الملابس الفاخرة اللوحات الفنية حتى هي ممنوعة وممنوع كذلك التسوق عبر الأنترنت يعني ما كان لا أمازون لا ويش لا علي إكسبرس وفي الأخير سنجد لكم التعبئة من الشهر 8 اللي ستكون نهار 27 في الشهر نوصيكم لاسورانس ما يمكنش لكم تخلصوه بالكارطة احتل هنا الفيديو لكي سالي در واحد لايك او اصفة الفيديو شي واحد اللي ممكن يستفيد منه كان معاكم عودراحيم الحسيني من قناة أنا المهاجر والسلام عليكم شكرا